واحلى حاجة في القرص دي ان هي مشبع جدا غير طبعا ان طعمها لذيذ انا فتحتها وحطيت فيها حشوة وحطيتها في ساندوش ميكر طعمها حلو جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل قرص النخالة واستعمل نخالة الشوفان نخالة الشوفان من الحاجات اللي فيها الياف اكتر بيت باع جنب بالضبط الشوفان في السوبر ماركت هنلاقي نخالة الشوفان اه عندي كمان بزور الكتان وعندي مش بيضان عايزة بس البيض فخلينا نحط البيض كده في طبق نضيف ونشيل الصفار ده نعمل بيه وصفة ديه عملنا سوس شوكولاتة بالصفار فاكيد انا هعمل بيه النهاردة طيب عندي كمان المية اللي هي بتاعة الزباية دي لما بنينجي نعمل اللبنة بتتوفر عندي دايما المية دي طيب في حالة لو احنا ما بنعملش اللبنة في البيت ومو عندناش المية دي هنجيب معلقة واحدة كبيرة من الزبادي ونزود مية يعني انا عايزة مقدار من السائل كوباية فخلينا انا هنا كده هكمل الكوباية نكملها مية ونقلب كده وكده خلاص احنا عندنا السائل ده يبقى احنا قلنا لاما كوباية من الماء اللي هو آآ ماء الزبادي او لو ما فيش قنا البديل عندي معلقة واحدة صغيرة من خل التفاح خلينا روح بس اخسل بزور الكتان كده تحت المية عشان طبعا بيكون فيها شوائب هنحط بياض البيضة على كوباية المية اللي هي آآ ماء الزبادي والكوباية دي هستعملها في كل حاجة انا عايزة للوصفة ونص كوباية من بزور الكتان المخصولة خلينا نحطها على طول وبنفس الكوباية برضو هحط ايه آآ نخيلات الشوفان يعني اي كوباية عندك في المطبخة تنفع بشارة ان احنا هنستعمل كوباية واحدة بس زي ما انتم شايفين كده ايه آآ بستعملها لكل حاجة هنستعمل الهند بلندر دلوقتي علشان نخلط المكونات دي ونخلط كويس يعني نخلي بالنا ان بزور الكتان صحيحة مش مخلوطة ولا حاجة او مطحونة فمهم جدا اللي احنا نخلط كويس حوالي دقتين بالهند بلندر وبرضو عايزة وريكو القوام بتاع الخليط ده هيكون عامل ازاي قبل ما نحط عليه انه خلا بصو خليط لازق كده و شايفين عامل ازاي هو ده المطلوب حتى من غير ما سيبه ولا حاجة يعني يستريح او كده لان احنا عارفين بزور الكتان عمتا لما بتحط عليه مية تتحول لجل فاحنا شايفين كده هو تحول لجل معنا بمنتهى السهولة دلوقتي احط المواد الرافعة معلقة واحدة صغيرة من بيكين بودر وربع معلقة صغيرة من بيكين بودر ونحط كمان رشة الملح وحبة كمان احط رشة من الزعتر زي ما احنا بنحب اي نكهة مرة حطيت كمان ومرة حطيت زعتر بصراحة بيكون خفيف كده ويعني طعم حلو يعني هنقلب يبقى كده مش ناقص عندي غير ايه غير بس نخالة الشوفان شايفين كده انا عايزة بس اوريكم القوام ده لو حبين نستنى عليها مسلا عشر دقايق وبعدين نحط نخالة الشوفان براحتنا وبردو ما نحطش على طول النخالة خلينا نحطها بالتدريب لان برضو ايه اا يعني ممكن حاجة لحاجة تختلف عشان برضو العجينة تكون مش عايزين عاجينة نشفة انا هحط كباية ونص من نخالة الشوفان ونقلب وبس كده خلاص هروح اشغل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين عشان يلحق يسخن شوية في المقادير كتبالكم في زيت زيتون في الوصفة وانا لسه ما حطتش اي زيت ولا حاجة فزيت الزيتون هستعمله لانهدين القلب وممكن احط على سطح العجينة اا يعني بالفرشة كده برضو بيعمل طعم حيث وبيساعد ان هو يكون من برة كده شكلها حلو جدا لو مش عايزين ممكن نستغنى عنه بس طبعا دهن الاوالب دي حاجة اساسية علشان متلزقش معين بصوا كده انا مش عايزة عاجينة نشفة انا عايزة عاجينة تكون طرية في نفس الوقت تكون سهلة الفرد يعني ولا منها طرية سايلة قوي ولا منها نشفة مش هعرف اعمل حاجة هنجيب اوالب او حتى اوالب قبكيك المهم ايه المهم من الدينها ده اهم حاجة هنحط حبة كده المقدار ده هيتلعلي تقريبا ستة طيب لو ما عندناش اوالب زي كده ينفع نعملها ان شاء الله حتى في مق خليني برضو شوف كده ممكن اوريكوا واحدة كده في المق المق بيخش الفرن اه عايزي خالص طالما هو نوعيته كويسة والفرن بيكون على درجة حرامية وتمانين يعني منقلقش يعني مش هي بنعامل دايما لما بدخل حاجات زي كده الفرن البايريكس او المقات او وقبيات آآ ان احنا منطلحاش على سطح يكون مبلول آآ وده مهم جدا عشان ما تفرقعش خليه نحط بقى واحدة هي صغيرة شوية واحدة تانية برضو خلينا بقى نشوف الستة دي خلينا شوف في مق كده عندي هندهنوه طبعا ده المق المفضل عندي دلوقتي اللي بشرقي القهوة فايه خلينا برضو نشوف النتيجة واحدة يعني سواء حطناه في اي حاجة النتيجة هتكون واحدة فيه حد عايز يعمله في قلب كبير ينفع تعال نحطه في قلب كبير مثلا مستطيل او مدور وبعدين بقى نقطعه براحة نوع بس برضو موضوع دخلت الفرن على درجة حرارة 180 قاعد و 20 دقيقة بعد كده فتحت الشوية بعد كده سيبهم و يبردوا شايفين بقى شكلهم ولا الريحة الريحة الواحدة بتشبع مش عارفة بجد ريحة حلوة جدا جدا في المطبخ طيب هنأكلوا بقى ازاي او ممكن احنا نكون كده القرص دي مع كوباية الشاي و انا هوريلكو برضو من جوه عاملة ازاي دلوقتي او نفتحها و نحشيها اي حاجة كان فيه مقطع عامله وللاسف مسحته يعني مهم يعني بطريقة ما مسحته كنت بعمل في المقطع ده ايه فتحت القرص دي من جوه وحشيتها لبنة مع مربة فراولة وحطتها في الساندوش ميكر الحقيقة كان طعمها حلو جدا المقطع ده ما يعني كله اتمسح تقريبا معرفتش اخد بس بصورة واحدة يعني من المقطع ده فعايز اقول لكم ان هي بتمشي اي حاجة حلو ومالح اللي اتنين حلوين انا برضو المربة اللي انا بعملها ما بتكونش مسكرة برضو عشان مخنمي المربة اللي انا بعملها برضو بتكون بسكر دايت يعني حاجة خفيفة اوي كده بس صراحة كان طعمها رائع جدا 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 الخبز ده بيشبع بشكل يعني لوحده مع كوبات الشاي او حتى حتة لبنة كده يعني لو احنا مش عايزين نفتحه او نعمل حاجة ناخد حتة لبنة كده من فوق ونود ناكله كده بالمعلقة بيشبع جدا طول اليوم هتقولي ايه ده انا شبعان اللي النهاردة فالمهم ان هي وصفة سهلة زي ما احنا شوفنا المقونات كلها صحية ولذيذة جدا جدا اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجباتكم وجربوها وما تنسوش بقى التعليقات الحلوة تحت عشان التعليقات دي من الحاجات اللي بتعمل لي كده سعادة احب بعض اقراها كلها واجاوب على الحاجات اللي انا مقلتهاش في ناس بتقول يا سلوة انت بتقولي كل حاجة فخلينا برضو اه نرد على كل التعليقات اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني مع السلامة